قتل ثلاثة جنود من قوات الحلف الأطلسي وأصيب خمسة عشر شخصا آخرون في تفجير انتحاري بوسط كابل هو الأول منذ عدة أسابيع في العاصمة الأفغانية التي تعاني من شلل سياسي بعد الانتخابات الرئاسية وهز الانفجار لعنيف كابل في وقت الازدحام الصباحي على طريق المطار بالقرب من مدخل مجمع السفارة الأمريكية داخل الحي الذي يضم أيضا المحكمة العليا وقاعدة عسكرية وسفارات أخرى وفي مكان الهجوم قام جنود أمريكيون وبولنديون من إيساف بتقديم الإسعافات الأولية لزملائهم الجرحة وسارعت حركة طالبان التي تشن منذ العام 2001 تمردا ضد الحكومة وحلفائها من القوات الدولية إلى تبني الهجوم على تويتر